السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه يا ربكم بخير في الفيديو بتاع النهار ده بازن الله نتعلم مع بعض ازاي نعمل في بي ان مجاني على جهاز الكمبيوتر بتاعك بدون ما نستخدم اي برامج لو حضرتك حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي تابع معي الفيديو للنهاية قبل ما نبدأ الفيديو بازن الله حابب ان انا اعرفك يعني ايه يعني بعمل اتصال مخفي يعني حضرتك بتغير بتاع الجهاز الكمبيوتر بتاعك فما فيش حد يقدر يتتبع يعني انت مثلا لو كنت موجود في مصر فبخلي بتاعك كأنه موجود في امريكا او في المانيا او في ايطاليا في اي مكان في العالم بحيس ان انت تتصفح الانترنت بامان ومحدش يقدر يتتبع الاتصال اللي انت بتعمله طبعا ده اللي بازن الله هنتعلمه في الفيديو مع بعض طيب هنعمل ده مع بعض ازاي الخطوة الاولى ان حضرتك هتفتح المتصفح الخاص بيك وتيجي في خانة البحس تكتب في بي ان جي تي اللي هو الكلمة اللي انا كتبتها قدام حضرتك دي اللي هي في بي ان جي اي تي اي تمام كده وتعمل عملية بحس هيزهر معك الخيار الاولاني ده هنبدأ نضغط عليه الموقع ده بيوفر ليك اللي هو خوادم في بي ان بالمكان بدون ما تدفع فيها اي فلوس الخادم بتاعتها بازن الله شغالة طيب هنعمل بقى مع بعض الخادم ازاي وهنشغاله ازاي ده اللي احنا هنتعلمه في الفيديو مع بعض زي ما حضرك شايف كده اه دي مجموعة جيرة جدا من الخوادم اللي شغالة انا بنصح طبعا ان انت هتختار خادم يكون اه امريكي لان الخادم الامريكي دي بتتميز بالسرعة وحسن الاداء ودايما بتبقى شغالة كل اللي انت هتعمله هتيجي على الخادم اللي هو الامريكي ده تبدأ تاخده اه نسخ تمام كده طيب وبعد كده هروح جاي على اه قائمة ابدأ وتختار الاعدادات وننتظر لحديث من الاعدادات تفتح معانا وبعدك نروح رايحين على اعدادات الشبكة والانترنت نضغط عليها وبعدك ننزل عند حاجة اسمها اضافة تبدأ تضغط عليه تبدأ تعمل حاجة اسمها اضافة شبكة ظاهرية خاصة تمام زي ما حرك شيف كده تضغط عليه هيبدأ يظهر معاك اللي هو اضافة اتصال الخيار الاولين ده هتسيبه زي ما هو هنا هتكتب اسم الاتصال سميه بالاسم اللي يعجبك طيب انا هنا غيرت اللغة الى اللغة الانجليزية وابدأ اكتب اسمي مصطفى كده انا كتبت اسم الاتصال هتيجي تكتب الخادم اللي هو احنا نسخناه من الموقع هو ده الخادم هتاخده طبعا تعلمه وتاخده نسخ زي ما هو كده مش تكتب فيه اي حاجة تعمل له عملية لصق ننزل عند النوع هو موجود التلقائي هبدأ انا اغيره اللي هو يكون اخره تمام وبعد كده نيجي عند اسم المستخدم اسم المستخدم هو عباره عن كلمة تكتب كلمة وفي كلمة المرور برضو هتكتب كلمة كمام كده لو حابب ان انت تشوف الكلمة زي ما حرك شايف كده انا ضغطت على العين هي برضو كلمة المرور في بي ان يبقى اسم المستخدم في بي ان كلمة المرور في بي ان طيب وبعد كده تكتب حفز تمام زي ما حرك شايف كده ظهر معي هاو على طول اتصال في بي ان بس هو بيقولي ان هو مش متصل فانا كل اللي هعمله هضغط على اتصال هنضغط على اتصال وننتظر الحديد ما في بي ان يعمل عملية اتصال مع الشبكة زي ما حرك شايف كده اصبح مصطفى متصل كده انا غيرت الاي بي هات بتاع جهاز الكمبيوتر بتاعي وغيرت المكان اللي انا متصل به من على الانترنت تمام طيب لو انا حابب ان انا اكد لك الكلام ده هنقفل بس طف حدي كلها نبدأ نفتح صفحة متصفح جديدة تمام وننتظر الحديد ما تحمل ونيجي نكتب شو ماي اي بي شو ماي اي بي تمام عشان نبدأ اشوف انا دوقتي موجود فاني هننزل ناخد اللي هو الخيار ده اللي هو شو ماي اي بي نضغط على الموقع تركز باحد رتك هتلاقي ان انا اصبحت البلد بتاعتي تمام كده يبقى معنى كده ان انا اه غيرت الاي بي هات بتاع الجهاز بتاعي واصبحت اه متواجد في المكان غير المكان اللي هو الاصلي بتاعي طيب لو انا رجحت وقفت ال في بي ان هتلاقي البلد بتاحتك الاصلية ظهرت تابع معي هارجع تاني على الاعدادات هو ده وقت متصل ولو لاحظت هتلاقي في علامة ال في بي ان على الاتصال للشبكة لو انا ضغط زي ما حارك شايف كده ال في بي ان شغاله واعمل الاتصال تمام طيب لو انا عملت قطع للاتصال نعمل عملية قطع الاتصال هنتظر لحديد ما يتم قطع الاتصال وبالكده اوري لحضرتك الاي بي بتاعي هيتغير ولا لا زي ما حارك شايف كده هو اصبح دوقتي غير متصل طيب هقفل هبدأ ادخل تاني على اللي هو اعمل للصفحة اغير عشان يجيب لي الموقع الجديد اللي انا اصبحت موجود فيه انا انتظر لحديد ما صفحة تحمل تمام كده هوت تابع معي زي ما حضرتك شايف كده بعد ما عملت للصفحة كده ظهر الاي بي اللي اصل بتاعي وظهر المنطقة اللي انا متواجد فيها طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى لو انت استفدت منه وتعلمتش جديد ما تنساش طبعا ان انت هتتعامنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يصلك منا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته